فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء للنصوص ولأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة وعن الأكل في صحافها وقال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فدل على أن استعمال أواني الذهب والفضة أنه من صفات المشركين والكتابيين نحن منهيون عن التشبه بهم ولا يقتصر هذا على الأكل والشرب بل سائر وجوه الاستعمال ما دامت العلة منع مشابهة المشركين فهذه تعم كل استعمال لأواني الذهب والفضة وإنما ذكر الأكل والشرب لأنهما غالب وجوه الانتفاع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر